أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خدمة دروس درسنا اليوم بسيط وسهل بعنوان استقصاء حل المسألة اختار الخطة المناسبة لمادة رياضيات لصف الثالثة الابتدائي فهيا بنا نتعلم اختيار أنسب خطة لحل المسألة والننطلق الآن أحبائي مع التمهيد التالي تم طلاء جميع الجدران في منزلي المكون من ثمانية غرف كل منها على شكل متوازي مستطيلات مع عدد الجدران التي تم طلاؤها من يساعدني في معرفة عدد الجدران التي تم طلاؤها في منزلي شكرا لكم أولا لا بد أن أفهم السؤال جيدا وأبحث عن المعلومات التي أعطانيها في السؤال فنجده قد أخبرني أن المنزل مكون من ثمانية غرف وأن الغرف على شكل متوازي مستطيلات هذه هي المعلومات التي أعطانيها في السؤال لكن ما هو المطلوب؟ ممتاز المطلوب هو عدد الجدران التي تم طلاؤها بعد ذلك أقوم في التخطيط للحل باختيار الخطة المناسبة ثم أبدأ بعد ذلك حبائي الطلاب بالحل فقد ذكر في السؤال أن الغرفة على شكل متوازي مستطيلات فهذا هو متوازي مستطيلات ويمثل الغرفة وكم عدد الجدران في الغرفة؟ أحسنت هذا هو الجدار الأول وهذا هو الجدار الثاني وهذا هو الجدار الثالث أما هذا فهو الجدار الرابع إذن لكل غرفة أربعة جدران لكن في منزلي ثمانية غرف فكم عدد الجدران فيها؟ أحسنت نكتب ثمانية ضرب أربعة والثمانية وهي عدد الغرف في المنزل أما الأربعة فهو عدد الجدران في الغرفة فكم يكون الجواب؟ رائع 32 جدارا إذن عدد الجدران 32 جدارا الآن من يقوم بالتحقق نصيحة الإجابة؟ ممتاز يا بطل نكتب أربعة وهو عدد جدران الغرفة الأولى زائد أربعة وهو عدد جدران الغرفة الثانية زائد أربعة وهو عدد جدران الغرفة الثالثة زائد أربعة وهو عدد جدران الغرفة الرابعة زائد أربعة وهو عدد جدران الغرفة الخامسة زائد أربعة وهو عدد جدران الغرفة السادسة زائد أربعة وهو عدد جدران الغرفة السابعة زائد أربعة وهو عدد جدران الغرفة الثامنة فكم يكون الجواب أحسنت إثنان وثالاثون إذن إجابتنا صحيحة فشكرا لكم لمساعدتي في معرفة عدد الجدران ولحل المسائل أستطيع أن أستعمل أي من الخطط الآثية لأحل المسائل فإما أن أرسم صورة أو أبحث عن نمط أو أخمن ثم أتحقق أو أستطيع أن أنشأ جدولا وكذلك أستطيع أن أحل عكسيا واختيار الطريقة تعتمد على السؤال وكذلك تعتمد على إبداعك عزيز الطالب والطالبة ولننتقل أحباء الطلاب إلى المثال الأول أقام فهد حفلا بمناسبة تخرجه فدعى ثلاثة من زملائه في الدراسة وخمسة من أصدقائه وتسعة من جيرانه فاعتذر سبع منهم عن الحضور فكم عدد الأشخاص الذين حضروا الحفل كيف أحل السؤال ومن يستطيع معرفة عدد الأشخاص الذين حضروا جميل جدا أولا كم عدد الأشخاص الذين دعاهم فهد أحسنت ثلاثة وهم زملائه في الدراسة زائد خمسة وهم أصدقائه زائد تسعة وهم جيرانه فكم يصبح المجموع أحسنت سبعة عشر شخصا لكن للأسف الشديد فقد اعتذر سبعة منهم عن الحضور فكم يصبح عدد الحضور أحسنت عدد الحضور سبعة عشر ناقص سبعة والسبعة عشر وهم عدد الأشخاص الذين دعاهم فهد أما السبعة فهم عدد الأشخاص الذين اعتذروا عن الحضور فكم يكون الجواب رائع عشرة أشخاص إذن حضر الحفلة عشرة أشخاص فشكرا لهم لحضورهم والآن ننتقل إلى المثال الثاني إذا تكرر النمط أدنى سبعة مرات أخرى فكم سيكون عدد جميع المثلثات فيه من يقوم بالإبداع في حل هذا السؤال شكرا لك يا بطل وكما ذكر زميلكم المبدع لا بد أن نعرف النمط فما هو النمط في هذه الأشكال انظر إليها جيدا ماذا ترى ممتاز أرى سداسي ثم مربع ثم مثلث ثم انعادت الأشكال مرة أخرى بنفس الترتيب إذن يكون هذا هو النمط سداسي مربع مثلث فماذا أعمل الآن؟ رائع طلب في السؤال تكرار النمط سبعة مرات فهذه هي المرة الأولى وهذه هي المرة الثانية وعلينا تكرار النمط للمرة الثالثة سداسي مربع مثلث ثم نكرر النمط للمرة الرابعة سداسي مربع مثلث ثم نكرره للمرة الخامسة سداسي مربع مثلث ثم نكرره للمرة السادسة سداسي مربع مثلث ثم نكرره للمرة السابعة سداسي مربع مثلث الآن بعد تكرار النمط ماذا أصنع؟ أحسنت نقوم بعد المثلثات فلنقم بعدها سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عدد المثلثات سبعة مثلثات وننتقل الآن إلى التدريب الأول اشترت عبير علبتي عصير برتقال وقارورة ماء واحدة واشترت نوف قارورة ماء واحدة وعلبة حليب وعلبة عصير تفاح فمن منهن دفعت مبلغا أكبر من يقوم بحل هذا السؤال؟ جميل جدا سنرسم جدول كما تريدون لينظم لنا الحل فهذا هو الجدول وهنا عبير وهنا نوف الآن نأتي إلى عبير لنرى ماذا اشترت أحسنت ذكر في السؤال أنها اشترت علبتي عصير برتقال فهذه هي العلبة الأولى وهذه هي العلبة الثانية وكذلك اشترت قارورة ماء واحدة فما ثمن ما اشترته عبير لنذهب إلى القائمة لنرى ما أسعار ما اشترته عبير في القائمة عصير البرتقال بريال إذن ثمن عصير البرتقال ريال وعصير البرتقال الآخر أيضا ثمنه ريال أما قارورة الماء فقد ذكر في القائمة أن سعره ريالين إذن دفعت قارورة الماء ريالين فكم دفعت عبير؟ ممتاز دفعت أربع ريالات الآن دعونا نرى نوف ماذا اشترته وكم دفعت ماذا اشترت نوف؟ جميل اشترت قارورة ماء وحليب وعصير تفاح فما ثمن ما دفعته نوف؟ ممتاز دعونا نذهب إلى قائمة الأسعار لنرى ما دفعته نوف في القائمة ذكر أن سعر قارورة الماء ريالين إذن دفعت ريالين للماء أما الحليب فقد ذكر أن سعره ريالين إذن قد دفعت أيضا للحليب ريالين أما عصير التفاح فقد ذكر في القائمة أن سعر عصير التفاح واحد ريال فتكون قد دفعت لعصير التفاح ريالا واحدا فكم مجموعة ما دفعت نوف أحسنت خمس ريالات الآن قارن بين ما دفعته عبير وهو أربع ريالات وما دفعته نوف وهو خمس ريالات أيهما دفعت أكثر رائع نوف دفعت أكثر ولننتقل بعد ذلك حباء الطلاب إلى المثال الثالث قطع محمود مسافة أربع كيلو للوصول إلى منزل صديقه ثم قطع ضعف تلك المسافة حتى وصل إلى الجامعة فما مجموع المسافة التي قطعها محمود في تلك الرحلة من يبدأ بالحل؟ رائع ذكر في السؤال أن المسافة التي قطعها محمود للوصول إلى منزل صديقه أربع كيلو وهذا معطى في السؤال ولكي يصل إلى الجامعة عليه قطع ضعف تلك المسافة فكم تكون المسافة التي قطعها محمود للوصول إلى الجامعة؟ ممتاز أربعة ضرب اثنين والأربعة وهي المسافة التي قطعها محمود للوصول إلى منزل صديقه أما الاثنين فلأنه ذكر أنها ضعف المسافة التي قطعها محمود للوصول إلى بيت صديقه فكم يكون الجواب؟ رائع ثمانية كيلومتر هل انتهينا؟ رائع بكل تأكيد لا لأنه طلب مجموعة المسافة التي قطعها محمود في تلك الرحلة لذا يجب علينا جمع المسافتين فيكون مجموعة المسافة التي قطعها محمود ثمانية زائد أربعة والثمانية وهي المسافة التي قطعها محمود للوصول إلى الجامعة أما الأربعة فهي المسافة التي قطعها محمود للوصول إلى منزل صديقه فكم يكون الجواب؟ ممتاز 12 كيلومتر ولننتقل الآن إلى التدريب الثاني جمع ناصر ثمانين صدفة بحرية خلال السنوات الخمس الأخيرة إذا كان قد جمع في السنة الثانية ثلاثة وعشرين صدفة بحرية زيادة على ما جمعه في السنة الأولى وجمع خمس صدفات في كل من السنتين الثالثة والرابعة وجمع سبع صدفات من السنة الخامسة فكم صدفة بحرية جمع ناصر في السنة الأولى؟ ما رأيك عزيزي الطالب؟ كيف أحل السؤال؟ رائع نقوم بالحل عكسيا فنبدأ من السنة الأخيرة حيث أصبح لدى ناصر ثمانين صدفة فكم يكون معه قبل السنة الخامسة؟ ممتاز فيكون معه قبل السنة الرابعة ثلاثة وستين ناقص خمسة والثلاثة وستين وهو ما كان معه بعد السنة الرابعة أما الخمسة فهو عدد الصدفات التي جمعها في السنة الرابعة فكم يكون الجواب؟ رائع ثمانية وخمسين صدفة أما قبل السنة الثالثة فكم كان معه من صدفة؟ رائع ذكر في السؤال أنه جمع خمس صدفات في السنة الثالثة فيكون معه قبل السنة الثالثة ثمانية وخمسين ناقص خمسة والثمانية وخمسين وهو عدد الصدفات التي كانت معه بعد السنة الثالثة أما الخمسة فهو عدد الصدفات التي جمعها في السنة الثالثة فكم يكون الجواب؟ ممتاز 53 صدفة أما قبل السنة الثانية فكم كان معه من صدفة؟ رائع ذكر في السؤال أنه قد جمع في السنة الثانية 23 صدفة فيكون معه قبل السنة الثانية 53 ناقص 23 وال53 ما كان معه من صدفة بعد السنة الثانية أما الثلاثة وعشرين فهو عدد الصدفات البحرية التي جمعها في السنة الثانية فكم يكون الجواب؟ ممتاز 30 صدفة وقبل السنة الثانية أي بعد السنة الأولى إذن جمع ناصر 30 صدفة في السنة الأولى ولننتقل بعد ذلك حباء الطلاب إلى السؤال الأول قدم بائع فواكه عرضا للبيع بنصف السعر على بعض المنتجات لديه فاشترت ندا 1 كيلو جرام من الشمام واثنين كيلو جرام من المانجا وواحد كيلو من التفاح فكم دفعت ندا ثمنا لمشترياتها جميعا؟ من يساعد ندا لمعرفة ثمن مشترياتها؟ رائع دعونا نساعدها سويا فندى اشترت 1 كيلو من الشمام وسعر الشمام 12 ريال فسيكون سعر الشمام بعد الخصم 12 تقسيم 2 والـ 12 وهو سعر الشمام قبل الخصم أما الـ 2 فلأن عليه خصم النصف فكم سيكون سعره بعد الخصم؟ ممتاز 6 ريالات ماذا اشترت أيضا ندا؟ دعونا نعود إلى السؤال فنرى أنها اشترت أيضا 2 كيلو من المانجا وسعر الكيلو الواحد من المانجا كما في القائمة 14 ريالا فسيكون سعر المانجا بعد الخصم 14 تقسيم 2 والـ 14 وهو سعر الكيلو المانجا أما الـ 2 فلأن عليه خصم النصف فكم سيكون الجواب؟ رائع 7 ريالات لكن لا تنسى أنها اشترت 2 كيلو جرام من المانجا وهذا سعر الـ 1 كيلو جرام فقط لذا سيكون سعر 2 كيلو جرام 7 ضرب 2 والـ 7 وهو سعر المانجا بعد الخصم أما الـ 2 فلأن ندا اشترت 2 كيلو جرام فكم سيكون سعر المانجا؟ أحسنت 14 ريالا ماذا اشترت ندا من الفواكه أيضا؟ جميل جدا هي اشترت أيضا 1 كيلو جرام من التفاح ومن القائمة مكتوب أن سعر التفاح 10 ريالات لذا سيكون سعر كيلو التفاح بعد الخصم 10 تقسيم 2 والـ 10 وهو سعر التفاح قبل الخصم أما الـ 2 فلأن عليه خصم النصف فكم يكون قد دفعت؟ رائع 5 ريالات الآن هل تستطيع معرفة كم دفعت ندا؟ رائع دفعت ندا 6 زائد 14 زائد 5 والـ 6 وهو سعر الشمام أما الـ 14 فهو سعر المانجا أما الـ 5 فهو سعر التفاح فكم يكون الجواب؟ رائع 25 وبذلك نكون قد تعلمنا اليوم اختيار أفضل خطة لحل المسألة فمن خطة حل المسألة أنني أستطيع أن أمثلها وكذلك أستطيع أن أرسم صورة وأيضا أستطيع أن أبحث عن نمط وكذلك أستطيع أن أكون جدولا وأستطيع كذلك أن أحل أكسيا وأخيرا أسأل الله التوفيق لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة